اشتركوا في القناة منذ الشروع في استغلاله سنة 1979 هذا السد الذي تبلغ سعته أزيد من مليار وستمائة وخمسون مليون متر مكعب ويتعدى علوه ثمانون مترا يعتبر القلب النابض لحوض أم الربيع الذي يضم أحد عشر سدا وهو الحوض الأكثر تضررا من مشكلة نذرة المياه ويزود جهة الدار البيض أسطات بحاجيتها من الماء تتوفر منطقة نفوذ وكالات الحوض المائي لأم الربيع على مجموعة من السدود الهامة التي تمكن من تخزين ما مجموعة هو 5 مليار دل المتر مكعب إلا أن هذه النسبة الحالية لا تتعدى 7.6% أي ما يناهز 372 مليون متر مكعب في حين هذه النسبة بلغت حوالي 18.5% في نفس الفترة من السنة الماضية أي ما يناهز 1.8 مليون دل المتر مكعب بالنسبة للواردات المسجلة على مستوى حوض أم الربيع من فاتح شوتنبير إلى حدود اليوم تبلغ 722 مليون دل المتر مكعب حيث تمثل هذه الواردات الأدنى المسجلة خلال 80 سنة كما تجدروا الإشارة إلى أن هذا الحوض يعرفوا حد العجز في هذه الواردات للسنة الرابعة على التوالي ومن بين هذه السدود هناك صد المسائر الذي نتواجد به اليوم والذي تعتبر من أكبر صد على مستوى منطقة نفوذ وكالات الحوض المائي لأم الربيع والذي يلعبوا حد الأدوار هامة خاصة في تلبية الحاجيات من الماء الشرب لمجموعة من المدن والمراكز الكبرى بحالة داربيدات جديدة أسفيسي ديب النور سستات بنغرير أزم مور وعدة مراكز أخرى بالإضافة إلى تلبية الماء الصناعي للمكتب الشريف الفوسفات والمنطقة الصناعية الجرف الصفر وكذلك التزود بمياه السقي بالنسبة للمدار السقيوي دكالة وإنتاج طاقة كهرومائية طبعا حسب عاد المحفوظ المكلف بتدبير الموارد المائية بوكالة الحوض المائي لأم الربيع التغيرات المناخية وشح التساقطات المطرية في السنوات الأخيرة أضطر بشكل سلبي على حجم الواردات المائية المسجلة بهذا السد حيث بلغت من فاتح شتنبر من السنة الماضية إلى غاية أواخر يوليوز من هذه السنة ما مجموعه 218 مليون متر مكعب مسجلاً بذلك عجزاً إجمالياً بلغ ناقل 70% وضعية صعبة تصابق وكالة الحوض المائي لأم الربيع الزمانة لتدبيرها وضمان تزويد ساكنة المناطق التابعة لنفوذها بالماء الشروب وفي إطار التدبير المندمج للموارد المائية في الفترة الحالية التي تتسم بالجافة وبغيت معالجة مشكل ندرة المياه الصالحة للشرب بسافلة حوض أم الربيع تم تبرمجت مجموعة من طلقات المياه من سد بيلويدان طبعاً إلى سد المسيرة بتنصيق مع السلوطات المحلية بالنسبة للتدبير الخاصة الكبير في هذه الموارد المائية وكيف ما نعرف هذه الوضعية الصعبة فإن الوكالة حريصة على تلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب وكذلك الحاسب تنصيق مع مصالح المكتب الوطني للكهرباء والمصالح للشرب على بلوغ أقصى مستوى تتميل الموارد المائية المسجلة من خلال إنتاج الطاقة الكهرومائية طبعاً تدابير استعجالية لسد الخصاص الكبير في هذه المادة الحيوية أبرزها مشروع ربط حول أبي رقرق بالدار البيضاء لتزويد الساكنة بالماء الشاروب تحويل 80 مليون متر مكعب من سد بيلويدان إلى سد المسيرة إنجاز مشاريع لتحرية مياه البحر بكل من مدن الدار البيضاء وآسفي وتشديد المراقبة بمجموعة من مقاطع وادي أم الربيع وقنوات الجر في إطار دوريات مشتركة للحد من جلب المياه بطرق غير قانونية إلى جانب تفويت ثلاث صفقات لإنجاز 120 ثقباً استكتافياً للموارد المائية الجوفية ورغم هذه المجهودات المبدولة على صعيد مختلف الوزارة وقطاعات المختصة في الماء فإن الوضع الحالي للموارد المائية يقتد تضاف الجهود للحفاظ على هذه الموارد يعتبر أن هذه المشكلة المتعلقة بندرة الماء هو مشكلة بنيوي الذي يقع معناه مستقبلاً بناء على ما وصلت إليه الدراسات في هذا الجانب وهو الذي يجعل المغرب في يقضى لتدبير الماء وتأمين وصوله لجميع المواطنين طبعاً بعيداً عن الاستهلاك الغير معقلاً أصبحت المياه اليوم شحيحة وكل قطرة مهمة للغاية كيفما كان عارفه وبالتالي أضحى الاستهلاك المسؤول والمعقل للماء عملاً مواطناً ودليل كذلك على التضامن الوطني ترجمة نانسي قنقر